عموماً تشكيل اللاعب بين نادي الأهل النهاردة محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة محمد عبد المنعم علي معلول مرهان عطية وقاليو دينج وإمام عشور وكهربا وحسين الشحات ورده سليم هي التشكيلة الأمثل هي التشكيلة الأمثل للنادي الأهلي فكون إنه الأهلي النهاردة ما قداش كويس ده مش خطأ كان عند مرس الكرة ممكن التغيناد نتفق ونختلف فعالية بالمناسبة بالمناسبة في تغييرة الجماعيل كلها تفاجئت ويبتتفرق كل اللي بيفراجوا تفاجئوا يعني لما خرج كهربا ونزل ياسر إبراهيم في وقت انت بتحول تتعادل ودخل بعد كده محمد عبد المنعم مهاجم ونقصة أعيد لك إزاي إزاي دي ليه هشكوا أول شك إنه محمد عبد المنعم ومعلومة ممكن يبقاش عارفها ناس كتيرة يعني إنه محمد عبد المنعم بدايته مع النادي الأهلي في قطاع الناشئين في النادي الأهلي هو لاعم مهاجم أصلا محمد عبد المنعم المدافع العظيم ده الرائع جدا مدافع منتقامنا الوطر والنادي الأهلي هو في الأصل مهاجم فيقدر يعملها يقدر يعملها كان وقتها يعني طيب الزكر الكابتن بد الرجب هو اللي خلاه يلعب كمدافع وقد كان يعني وراجل بقى أصبح أفضل مدافع محمد عبد المنعم الشك التاني الشك التاني وده مهم جدا إنه اللي حصل في مباراة اليوم ووصول مرسل كله لأنه يضطر يلعب محمد عبد المنعم مهاجم ده يخليك تعرف أو ينفي ما قيل إنه الأهلي مش محتاج مهاجم ما قيسب كل البطوات السالفات من غير مهاجم أجنبي لا الأهلي كان في أمس الحاجة لمهاجم فأمس الحاجة لمهاجم مودست الفترة اللي جاية أكيد هيفرق مع النادي الأهلي أنا في رأيي إنه الأهلي كمان كان محتاج مهاجم تاني أجنبي بقى ولا محلي بس الأهلي كمان كان محتاج مهاجم تاني مش مهاجم واحد فالأمور صعبة جدا صعبة جدا في الناحية الهجومية في النادي الأهلي مهاجم لو قدرات خاصة كان هيفرق كتير مع النادي الأهلي نهار تحديدا مودست طيب